موسيقى موسيقى السلام عليكم أعزائنا المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة اليوم هو الواحد والثلاثون من شهر مارس للعام 2018 يؤسفني أن أقول أن طبول الحرب العالمية الثالثة تقرع من حولنا كما قلنا في حلقة سابقة الجميع يتحدث عنها القبراء والمحللون والعسكريون ورؤساء الدول وعامة الناس هناك عدد من بؤر التوتر الدولية كل بؤر منها تنظر بحرب عالمية هناك بؤر عنوانها روسيا وبؤر عنوانها إيران وثالث عنوانها كوريا الشمالية وهناك هدفان مسكوت عنهما لأسباب تكتيكية هما تركيا والصين وإذا نشبت هذه الحرب لا قدر الله فإن مسرحها الأساس على الأرجح سيكون هو الشرق الأوسط الكبير من باكستان شرقا إلى تركيا شمالا إلى مصر غربا إلى السعودية جنوبا وستكون دول الخليج بجوار القلب من هذه المعركة إن لم تكن القلب لأنه من المرجح أن قلب هذه الحرب سيكون الشام وفلسطين كما سنستشف بعد قليل في هذه الحلقة نحاول التعرف على فرص الحرب المتوقعة إلى أي مدى هي ممكنة هل نحن فعلا على أبواب حرب عالمية ثالثة أم على أبواب حرب باردة جديدة في أدنى الأحوال على شكلة الحرب الباردة القديمة بين الغرب والاتحاد السوفيتي في القرن الماضي وما علاقة هذه الحرب بما يجري الآن في اليمن والجزيرة العربية ونريد أن نتعرف على موقعنا من العالم من ناحية لكي نكون على استعداد ومن ناحية أخرى لكي تهون علينا مصيبتنا في اليمن ويمكن بعض الناس يشعر بأن العدالة طالت الجميع ما هو وحده الذي تعرض لهذه السلسلة من الآلام والأوجاع والمظالم ربما ينكوي العالم كله بنيران هذه الفوضى وهذا العبث وهذا الظلم الذي يجري الآن عموما نحن سنقارب هذه المسألة على حذر كونوا معنا مرة أخرى التعينات الجديدة في إدارة الرئيس الأمريكي ترام تحتاج إلى وكفة واثنتين وثلاث لأن دلالتها خطيرة بعد الإطاحة بوزير الخارجية اللي سميناه عاكل لواتلرسون واستف دالب المتعصب مايك بومبيو ثم تعيين المتعصب الأكبر جون بولتون مستشار للأمن القومي الأمريكي بعد هذه التعينات وصف البعض الإدارة الأمريكية بأنها إدارة حرب وهذا صحيح عندما يتخلص ترامب من الشخصيات الرصينة في إدارته وينتقي لها كل موتور متعصب فهذا يعني أن الرجل لا يفكر في السلام وإنما يفكر في الحرب هذه إدارة لا تصلح إلا للحرب الرجل بيجهز نفسه للمستقبل أصبح طاكم الرئيس الأمريكي بكامل التكريبا باستثناء وزير الدفاع اللي ممكن يغيره في الأيام القادمة أصبح هذا الطاكم بالكامل من أشباه ترامب يعني أصبحنا أمام إدارة بلا عقل ولا حكمة في مرحلة تاريخية العالم فيها محتاج إلى أكبر قدر من الحكمة والتعقل جون بولتون هذا الذي عينه ترامب قبل أيام عينه مستشارا للأمن القوم الأمريكي كان هذا الرجل أحد مهندسي غزو العراق وتدمير العراق وكان أحد الرافضين لخروج القوات الأمريكية من العراق وأحد المغرمين بإسرائيل وأحد الكارهين جدا للإسلام والمسلمين وأحد المعارضين للاتفاق النووي مع إيران وصاحب ما قولت أن إيران لن تكمل عامها الأربعين وله مواقف متشددة من روسيا ومن كوريا الشمالية ومن الصين رجل موتور تماما ومنصب مستشار الأمن القوم الأمريكي الذي حصل عليه منصب حساس وخطير لأنه هو الذي يقيم الدول ويحدد من العدو ومن الصديق وهو الذي يتخذ القرارات الحاسمة مثل قرار الحرب وغيره ولما ترامب يعين واحد مثل جون بولتون في هذا المنصب كأنه يعين مدمن مخدرات في رأسة وحدة مكافحة المخدرات بولتون هذا مدمن مشاكل وحروب وعودة إلى السلطة السياسية نذير شؤم على العالم فما بلك وقد اجتمع في فريق ترامب يعني مجانين أمريكا الكبر تقريبا لكن ما الذي يريده ترامب بالضبط من هذا الطاقم المتوتر المتعصب الجواب كما يقول البعض سنعرفه بعد 12 مايو من العام الجاري في هذا التاريخ من المتوقع أن تنسحب إدارة ترامب من الاتفاق النووي مع إيران حسب تصريح الرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قبل فترة من المعروف أن ترامب وبولتون يعتبران الاتفاق النووي مع إيران هو الأسوأ اتفاق في تاريخ أمريكا في حين كان أوباما يقول إيش أنه اتفاق تاريخي إذا انسحبت أمريكا من هذا الاتفاق يصبح قرار مجلس الأمن اللي هو 2231 الخاص بهذا الاتفاق يصبح القرار لاغي كما يقول بعض المحللين لأنه القرار كما يقال ينص على أنه إذا اختلف أعضاء مجلس الأمن على أن إيران ملتزمة أو غير ملتزمة بالاتفاق فإن الاتفاق يسكب تلقائيا وستعود إيران إلى البند السابع تلقائيا يعني تحت بند العقوبات عقوبات من جديد لكن قد لا يتوقف الأمر عند مستوى العقوبات السياسية قد تذهب الأمور إلى مستوى إعلان الحرب ليس فقط على خلفية فشل الاتفاق بل بسبب ملفات عديدة سنشير إلى بعضها في الفكرات القادمة يعني الملف النووي هنا مجرد فتيل وهناك فتاة الأخرى قد تشتعل وتوصل إلى إعلان الحرب في المنطقة الحديث عن حرب قادمة في منطقة الشرق الأوسط لم يأتي من فراغ هناك قراءة كثيرة تتزايد كل يوم تعزز هذا التوقع منها ما نشره الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي دبكا فايل عن اجتماع ضم ترامب ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مع الأمير محمد بن سلمان ومحمد بن زايد لمناقشة موضوع خروج أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران نفس الموقع نشر خبر عن استعدادات لنقل القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر إلى حيث كانت قبل 2003 في السعودية إذا صح هذا الخبر فهو يعني أن أمريكا ودول المنطقة تجهزان لأمر ما ويسحبان القاعدة لأنها ستكون ربما ربما أمريكا ستكشف الغطاء الأمني عن قطر وربما تصبح قطر هدف بجانب إيران في هذه الحرب المتوقعة وربما يكون قادة الثورة المضادة للربيع العربي قد فكروا في صفقة كبيرة مع ترامب الرجل المفتون بالمال ربما فكروا في صفقة كبيرة اللي جعل قطر غنيما للمتحالفين جميعا يعني لا قدر الله هذا غير مستبعد في عالم ترامب وعالم بن زايد نحن خرجنا من العالم الذي يسير وفق أدبيات وتقاليد سياسية محترمة الآن دخلنا في عالم الغابة عصابات وقطع طرق وهذا ما نريد أن نلفت النظر إليه نريد أن نلفت النظر إلى أن الأهداف السرية لهذه الحرب أخطر من الأهداف المعلنة قد تكون إيران هي الهدف المعلن وقد تكون قطر وتركيا هي الأهداف السرية بالنسبة للحلفاء ومما يؤكد هذا ما نشره موقع ميدلست آي البريطاني الشهير هذا الموقع نشر خلال الشهر الماضي تسريب عن كمة اليخت السرية تكلمنا عنها في الحلقة الماضية عن اجتماع ستة من القادة العرب مع وسيد أمريكي اتفقوا في هذه القمة على مواجهة تركيا وإيران تركيا المسكوت عنها خرجت في هذا التسريب وسبك أن تحدثنا في مناسبات سابقة عن تحرشات أمريكا غير المنطقية بتركيا على الحدود السورية وقلنا أن التصريحات العدوانية من أنظمة صغيرة ومن أنظمة هشة أنظمة صغيرة مثل الإمارات وأنظمة هشة مثل السعودية وغيرها ضد تركيا هذه التصريحات العدوانية لم تأتي من فرام بل من ضوء أخضر أمريكي وإلا ما تجرأوا عليها الذي يعجز عن مواجهة إيران مرة سيعجز ألف مرة عن مواجهة تركيا إلا إذا كان مستند إلى ظهر قوي وأمريكا طبعا من كثرة الصدمات التي تلقاها الإنسان العربي لم يعد يتوقف كثيرا عند مفاركة التحالف العربي مع أكثر الإدارات الأمريكية تعصبا كيف يتحالف العرب مع أكثر الإدارات الأمريكية تعصبا ضد الإسلام والمسلمين هذه أكثر الإدارات الأمريكية تعصبا ضد المسلمين في التاريخ الحديث الإدارة الأمريكية الجديدة ليست متعصبة ضد الإرهاب كما يقال أو ضد الإسلام المتطرف فقط الإدارات السابقة الأمريكية كانت متعصبة ضد التطرف لكن هذه الإدارة متعصبة ضد الإسلام نفسه ضد الإسلام نفسه وليس مستبعدا أن تصبح الأنظمة الخليجية وثروات الخليج هي الأنظمة النهائية أو هي الغنيمة النهائية للأمريكان بعد إسكاط النظامين الإيراني والتركي فيما إذا حدث ذلك ما زالت أمريكا تعاني من خسائر كبيرة في العراق تدرها البعض بحوالي 14 ترليون دولار أمريكا لن تغامر بحرب جديدة إلا إذا كانت ضامنة أنه ثروات الخليج في جيبها حرب واسعة مع إيران وتركيا وقطر هذه تحتاج ميزانية هائلة وكلها ستكون على نفقة طويل العمر وإدارة ترامب تعتقد في قرارة نفسها أن من الخطأ ترك أموال الخليج للخليجيين وتعتقد أن الإسلام يجب أن يزول أو يتغير تغيرا نوعيا وجون بولتون هذا الذي تم تعيين المستشار للأمن القومي كان قبل هذا المنصب يرأس إدارة معهد متخصص في بث الأكاذيب عن الإسلام والمسلمين في الغرب أكاذيب أكاذيب يعني مش اجتهادات ولا كناعات ولا رؤى مختلفة إذا أردنا أن نتعرف بشكل واضح على موقف هذه الإدارة من الإسلام دعونا نستمع إلى هذه المرأة التي كانت أحد داعمي ترامب في حملته الانتخابية هذه المرأة هي أمريكية من أصول لبنانية لكنها معادية جدا للإسلام اسمها القديم حنان قهوجي وبعدين صار لها اسم ثاني واسم ثالث اسمها الأخير بريجيت جابرييل تعالوا نستمع إلى مقطع قصير جدا من محاضرة طويلة كلها هجوم على الإسلام والمسلمين وعلى النبي محمد وأنا أعتبر هذه المحاضرة محاضرة نموذجية في التشويه بالإسلام داخل الغرب لأنها استندت إلى منطق تاريخي يبدو لغير الدارسين منطق متماسك تماما وحشدت كثير من القرائن والأدلة وكلامها حيكون مقنع بالنسبة للمستمع الغربي وحتى الكثير من المستمعين العرب والمسلمين اللي ما عندهمش فقهة ما عندهمش اطلاع حقيقي ومدروس للتاريخ الإسلامي تعالوا نستمع إلى حنان قهوجي سابقا وبريجيت جابرييل لاحقا دوة أشياء التي يجب أن تفهم عن الإسلام والعبارات في الإسلام أولا هو الطاقية وهي يعني لأسفة وإنسان أولا هو الطاقية يمكن أن تفهمه المسلمين يمكن أن تفهمه المسلمين وأن تفهمه المسلمين وأن تفهمه المسلمين وأن تفهمه المسلمين لأنه يتفهمه المسلمين الثاني يجب أن تفهمه أن تفهمه المسلمين الذي يجب أن تفهمه المسلمين which is an Islamic principle of war and a model on how to deceive your enemy when you have to sign peace treaties with your enemy and it is based on an example by Prophet Muhammad Prophet Muhammad was attacking the Meccans and their caravans when he was living in Medina one day he attacked them because this is how he got the goodies he would attack them rob them and spread the goodies among his men and this is how he was able to recruit because this is how people made money without working and so he attacked the Meccan caravans when he realized he's not able to defeat the Meccans in that city of Al-Hudaybiyya in that place he signed a ten-year treaty with them does that sound familiar? a ten-year treaty with them that says he will not attack them he will have peace with them he will not declare war on them Muhammad used the treaty for two years to build his military strengthen his army and when he realized he was strong enough to attack his enemies when they least expected it because they thought they had a peace treaty with Muhammad he broke the treaty attacked them two years later and Mecca fell within 24 hours because they were not expecting the attack this is a topic of Islam and the Prophet's Islam but his hearts from the Saudi-Qualaistan and the Islam and the Muslim it's been said that the Prophet it says that in the Middle East you can do that it says that it's a word that there is that it's our view that we have we discovered for the Muslims or the Arab and then we have it's our view for them because of the Arab and then we have and the second one that is the image that 51 والخميني الأمر الأول أعطاهم يعني أعطاهم العرب القوة المادية والأمر الثاني أعطاهم القوة الروحية وطبعا هذه المرأة الغبية لا تعرف أن أكبر نكبتين مني بها العرب والمسلمون هما النفط والخميني لأنهما تسببا في خراب كثير للعرب لا وقت لشرحه يعني لو لا النفط ما عانينا هذه المعاناة من الاستبداد يعني لكن خطورة كلامها أنه أصبح خطابا سائدا لطائفا من الحاكدين في الغرب الآن وإذا تكاثر هذا النوع من الخطاب فستكون عواكبة علينا نحن العرب والمسلمين وخيمة جدا يعني ترامب واحد من النماذج لهذا الخطاب ترامب وإدارته هو ثمرا من ثمار هذا الخطاب العدواني تجاه العرب والمسلمين وإحنا شايفين أيش حاصلنا اليوم بسبب هذا الخطاب تعالوا نستمع آية أعني but two things in the middle east in the last century i that made that Islamist been able to resurrect the caliphate number one was discovery of oil in Saudi Arabia which we were able to discover and were stupid enough to allow of them to nationalize it and a number two that happened was Ayatollah Khomeini coming to power in 1979 that give faren'. Islamists the money and also the spiritual covering لكي تستخدم في مدينة العالم و الناس يقولون الوحابيين تستخدموا ردق الوحابيين الوحابيين هم الاسم الوحاب هم ليس مختلفة من الإسلام هذا النموذج من الحقد على الإسلام والمسلمين هو السائد في إدارة ترامب كلها تقريبا الجميع يعتقد أن الإسلام نفسه القرآن نفسه هو المشكلة وليس المذهب الفلاني أو المذهب العلاني وهذا ما صرح به ترامب من قبل مع أنه حاول جاهدا أن يكون لطيف في الكشف عن موكفه أن لا يكون صريح فجر لكنه قالها عندما سأله المذيع هل المشكلة في الإسلام نفسه أم في المسلمين قال عليك أن تكتشف الأمر بنفسك يعني واضح أن الإسلام تعالوا نستمع إليه I think Islam is at war with the West I think Islam hates us There's something There's something there That's a tremendous hatred there There's a tremendous hatred We have to get to the bottom of it There is an unbelievable hatred of us In Islam itself You're going to have to figure that out Okay You'll get another Pulitzer Right But you're going to have to figure that out But there is a tremendous hatred And we have to be very vigilant We have to be very careful ما دام هذا موقف ترامب وإدارة من الإسلام وما دام أن بعض المنظرين الكبار في الغرب يعتبرون الإسلام نفسه مصدر للتهديد والإرهاب من أمثال برنارس لويس وغيره ما دام هؤلاء موجودون فهل ستتوقف أهداف إدارة ترامب عند الإطاحة بنظام تركيا لقدر الله ونظام إيران وقطر أم أن هذا بالنسبة لهم مجرد خطوة في الطريق خطوة في طريق طويل وخطير ينتهي باحتلال المنطقة ونهب ثرواتها واستعباد أهلها طبعاً نحن نفترض الأسوأ لأن سوء الظن هو الأصل في التحليل السياسي والتجارب التاريخية علمتنا أنه سوء الظن ينجح في عالم السياسة أكثر وبعدين هذا كلام أيضاً كلام منسوب لهنريك سينجر هنريك سينجر منسوب لك كلام أنه أمريكا تخطط لاحتلال سبع دول في المنطقة لكن طبعاً هناك احتمالات أخرى أكل سوءاً ممكن تكتفي فيها الإدارة الأمريكية بتغيير نظام إيران عن طريق الضغط عليه من ناحية الاقتصادية وإسقاطة محلياً وبعدين تكاسم العرب في ثرواتهم مقاسماً للعرب في الثروة والوصاية التامة على كرارهم السياسي واستكمال مشروع إسرائيل الكبرى ممكن يكون هذا خيار آخر أكل سوءاً وبهذا تكون إيران كتكامت بدوريا في خدمة الأجندة الأمريكية وأصبحت زائدة دودية يجب التخلص منها إيران طوال الفترة الماضية كانت بتخدم الأجندة الأمريكية بهذه الطريقة دفعت السعودية إلى حض أمريكا ودفعت الخليج إلى حض أمريكا وأسقطت دول الربيع العربي وخلت الكل في حض الأمريكا لكن طبعاً في كل الأحوال السعودية والخليج هم الذين سيدفعون الثمن في النهاية بحرب أو بدون حرب الخليج سيدفع الثمن وسيدفع الجزية الجزية هذا هو اسمها الحقيقي لأن الجزية هي من الجزاء بنت شعيب ماذا قالت لموسى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سكيت لنا ليجزيك هذا معنى الجزية يعني خدمة مقابل خدمة أمريكا تقول للخليجين نحن نقدم لكم خدمة الحماية علينا الحماية وعليكم الجزية ترامب بكل وقاحة يقول لمحمد بن سلمان أمام الكاميرات السعودية بلد ثري ومن حق أمريكا أن تحصل على نصيب من هذه الثروة من حقها هكذا يعني كأنه يعني رئيس عصابة كلام ما كان أحد يتخيل أن يسمع في القرن الواحد والعشرين كلام رئيس عصابة ومش رئيس دولة لكن طبعا هو بيقول هذا الكلام وهو متأكد ومدرك أن هذا نفسه مذهب محمد بن سلمان لأن هذا الأخير وأستاذه المرشد محمد بن زايد يفكرون بنفس الطريقة مع قطر قطر بالنسبة له مجرد غنيمة يريدونها الدولة الصغيرة عندها ثروة كبيرة وكان المفروض أن هذا الخير كله يجمع عندنا في المملكة يكون عندنا الكعبة والنفط والذهب ومعظم الجزيرة العرب والغاز الكطري كمان يعني إحنا أولى به هكذا يفكرون يعني هكذا يفكر الأعراب ولذلك ترامب هذا كأنه يعني كأنه واحد مننا يعني مننا وفينا يعني مشهد كوميديا سوداء بالفعل خادم الحرمين الشريفين يتحالف مع أعداء الإسلام في العصر الحديث وطبعا لو دخلت دماغ محمد بن سلمان ومحمد بن زايد وحاولت تفهم أي شيء اللي بيجري داخل الدماغ هذه وليش يختاروا هذا الطريق حتلاقي الواحد منهم بيقول لك في نفسه أو بيقول في نفسه هذه هي الطريقة الأفضل لحماية العرش التحالف مع الصهيونية العالمية وهو الحل الأفضل لمواجهة تهديدات إيران الصريحة ومخاطر الزعامة التركية على العالم الإسلامي نحن خايفين من تركيا ومن إيران لأن هذه الزعامة التركية لو حصلت مثلا ستتحول السعودية إلى كومبارس لكن هؤلاء ربما لا يتمتعون بحدث تاريخي كافي لو كانوا أصحاب حدث وذكاء لا عرفوا أنهم بهذه السياسة يذهبون إلى الجحيم لأنه لا يوجد نظام يستطيع أن يبقى إذا تخلى عن عناصر القوى اللديها الكاملة الذاتية الاجتماعية إذا تخلص من القوى الحية في مجتمعه إذا كانت هذه القوى الحية في المجتمع ترفضه مهما طال أمد سيسقط وأنا شخصيا أتوقع أن تشهد المنطقة في السنوات الأربع الكادمة حوادث كبيرة تعيد الثكل للعرب في هذه المنطقة طنيت هذا على استقراء في الشواهد الشواهد الواقع وعلى مبشرات موجودة في القرآن أحتفظ بها لنفسي لأنها ليست من العلم الموضوعي حتى يمكن أن نخوض ونعطي فيها لكن يبدو أن هذه المبشرات القرآنية كل يوم هناك ما يؤكدها وهناك ما يدل عليها المنطقة خلال أربع سنوات ستشهد ربما انقلابات كبرى تعيد الحق إلى أهله وتعيد كل شيء إلى نصابه أعزائي المشاهدين سنذهب لفصل قصير ثم نعود للحديث عن فرص الصراع الأخطر بين الغرب من جهة وبين روسيا من جهة أخرى ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم من جديد تحدثنا في المحور السابق عن مقدمات الحرب المتوقعة على إيران وعلى قطر وتركيا أيضا من قبل تحالف عربي أمريكي إسرائيلي قد تكون هذه الحرب فاتحة لحرب عالمية الثالثة في أسوأ الأحوال لكن لماذا قد تشعل الحرب على النظام الإيراني فتيلة الحرب العالمية الثالثة لماذا؟ الجواب إذا كانت إيران عبارة عن بيدك يراد إزاحة من ركعة الشطرانج حتى تتفرق أمريكا للملك فهذه الحرب قد تكون بداية معركة كبيرة من هو الملك؟ الملك في ركعة الشطرانج هذه هي روسيا روسيا هي الهدف النهائي ربما لأمريكا روسيا التي تعد قلعة الشرق الأوسط الكبرى في مواجهة الغرب الأنتي غرب بلغة الحواسيب الصداع الأكبر لأوروبا يبدو لي أن أمريكا ومعها الغرب وبعض الأنظمة العربية تريد إسقاط خطوط الدفاع المتقدمة لروسيا أمريكا وأوروبا تحديدا العرب يريدون إيران وقطار وتركيا أمريكا والغرب يريدون إسقاط الحصون المتقدمة لروسيا اللي هم نظام إيران وكوريا الشمالية كل دولة من هذه الدول تجد أن من مصلحتها بقاء الأخرى روسيا، إيران، كوريا الشمالية من مصلحة روسيا بقاء نظامي كوريا الشمالية وإيران وهكذا أيضا بالنسبة لكوريا وإيران وتحالف الغرب يريد أن يتعامل مع هذه الأنظمة الثلاثة كما تعامل الأسد مع الثيران الثلاثة في قصة كليلة ودمنة بدأ على واحد واحد ما الذي يحدث الآن في هذه الجبهة يا ترى؟ قبل أيام حدث أمر غير مسبوك في تاريخ الدبلوماسية 22 دولة نسكت مع بعضها لطرد أكثر من 116 دبلوماسي روسي منهم 60 دبلوماسي 60 دبلوماسيا في أمريكا وحدها بعضهم يعمل في الأمم المتحدة وأغلقت الكنسولية الروسية في سياتل وعلى رأي محمد عبد الوهاب كل دكال ليه قالوا تضامنا مع بريطانيا في قضية مكتل الجاسوس الروسي بريطانيا تتام روسيا بقتل جاسوس روسي في بريطانيا هذا الجاسوس كان يعمل مع المخابرات الروسية الزمان ثم أسقطته المخابرات البريطانية وبدأ يعمل لصالحها وبعدين انكشف أمره للمخابرات الروسية وتمت محاكمته في روسيا وبطريقة ما غادر روسيا إلى بعد أن أخذ الجزاء وفترة الحكم عليه غادر إلى لندن وعاش هناك هو أسرة التي تم تصفيتها بطرق مختلفة تقريبا أسرة كلها تم تصفيتها واحد بحادث سيارة واحد مخنوق إلى آخر بسبب هذا الجاسوس الروسي قالوا أنه حصل ما حصل في الفترة الأخيرة يعني أكثر من 22 دولة تضامنت بشكل سريع ومنسك مع مكتل جاسوس هل هذا أمر منطقي؟ طبعا لا الموضوع ليس موضوع جاسوس واحتمال كبير أن روسيا لا علاقة لها بمكتله وحتى لو كان لها علاقة بمكتله هذا الجاسوس فردت الفعل الغربية مبالغ فيها بشكل كبير الموضوع له علاقة بسباك التسلح بين روسيا والغرب له علاقة بقدرات روسيا العسكرية الجديدة التي اكتشفها الغرب ما تصد سباك التسلح هذا؟ وما هي القدرات الروسية الجديدة؟ نسمعها في الفكرة التالية قبل أيام من الانتخابات الروسية أو قبل أسابيع ظهر الرئيس الروسي بوتين أمام قيادات الدولة الروسية ليعلن عن أمرين خطيرين الأول أن روسيا باتت تمتلك مجموعة من الأسلحة النووية الجديدة هذه الأسلحة قادرة على ضرب أي هدف في أي مكان على سطح الأرض دون أن يعترضها شيء والخبر الآخر أن روسيا ستعتبر أي هجوم نووي على حلفائها هجوما عليها وسيستدعي هذا ردا فوريا من قبلها وقبل أن نأتي إلى نوعية الأسلحة التي تحدث عنها بوتين سنتوقف عند الأمر الآخر اللي هو موضوع الحلفاء من هم هؤلاء الحلفاء الذين سيحميهم بوتين بالسلاح النووي؟ لا يوجد سوى كوريا الشمالية وإيران طيب لماذا يهدد بوتين بالنووي إذا تعرض حلفائه لضربة نووية؟ لأنه يدرك أن استهداف كوريا الشمالية وسقوط نظامها أو نظام إيران بدرجة أقل سيفتح الطريق لسقوط روسيا نفسها والتضييق عليها في نهاية المطاف وبوتين لا يريد أن يردد عبارة أكلت يوم أكل الثور الأسود كما حصل في كليل ودمنا من الأسلحة النوعية التي أعلن عنها بوتين صاروخ طويل المدى قادر على ضرب أي نقطة على سطح الأرض يعني هذا جيل من الصواريخ ما بعد الصواريخ العابرة للكارات هذا بعد العابرة للكارات وبإمكان هذا الصاروخ طبعا أن يحمل رؤوس نووية والأخطر من ذلك أنه قادر على تخطي أي نظام للدفاع الصاروخي ما فيش أي قبة صاروخية ممكن تسقطة يعني من القبب اللي زرعتها أمريكا في العالم يعني لا باتريوت ولا ثاد ولا أي من هذا الكبير يقدر يعترض في السماء وسنعرف ما معنى هذا الكلام بعد قليل وهناك أيضا صاروخ ثاني كروز مجنح يتحرك بالوقود النووي بإمكانه أن يسير في الارتفاع منخطب حتى لا يلتقطها الرادار يعني ومزود بقدرات متطورة للمناورة بما يعطيه مدى غير محدود عمليا يعني ممكن يتحرك إلى مدى بعيد وممكن يراوغ ويتفادى أي مواجهة يعني ممكن يسير في خطوط متعرجة ويفلت من التهديدات ومن الأسلحة الأخرى التي كشف عنها بوتين طائرات نووية دون طيار تعمل تحت الماء كما كانت وكالة رويترز سلاح أسرع من الصوت وسلاح ليزر يعني وكالة رويترز سمتها طائرات وربما كانوا يكسدوا غواصة نووية لأنه أيضا في خبر آخر عن غواصة نووية غير مأهولة يعني غير مسكونة تسير بسرعات عالية وتغوص في أعماك غير مسبوكة يعني أعماك بعيدة جدا كما قيل وتحمل رؤوس نووية أين تكمن أهمية هذه الأسلحة التي أعلن عنها بوتين؟ لماذا هي خطيرة بالنسبة لأمريكا والغرب؟ ما الذي سيترتب على ظهور هذه الأسلحة في عالم السياسة؟ للإجابة أن نحتاج إلى أن نعود قليلا إلى الوراء قبل سنوات أمريكا كانت بنت عدد من القواعد العسكرية في عدد من البلدان المحيطة بروسيا بولندا رومانيا في شرق أوروبا في كوريا الجنوبية يعني وفي اليابان وفي شرق آسيا وفي منطقة ألاسكا الأمريكية نصبت يعني أحاطت بروسيا من كل اتجاه ونصبت في هذه الأماكن أنظمة دفاع صاروخي متطورة هدفها حماية أمريكا وحماية أوروبا من الصواريخ الروسية يسموها قباب كل واحدة مداها يسد فجوة يعني القاعدة الموجودة في بولندا تستطيع أن تسد الفجوة ما بين بولندا إلى رومانيا واللي من رومانيا من رومانيا إلى غيرها مسافة أخرى 500 كيلو وهكذا لكن روسيا شعرت أن هذه المنظومات تهددها بشكل كبير لماذا؟ لأن مدى هذه الصواريخ يصل إلى 500 كيلو كما قلنا وهذا مدى يهدد الأكمار الصناعية الروسية يعني ممكن يسقطوا من خلالها الأكمار الصناعية الروسية وبعضها أكمار تابعة لوزارة الدفاع والتجسس وممكن أمريكا تطور هذه الأسلحة إلى ألف كيلو يمكنها أن تهدد إذا طورت أمريكا هذه الأسلحة إلى ألف كيلو يمكنها أن تهدد المنظومة النووية لروسيا هذا أمر خطير ما الذي تفعله روسيا إذا هذا الخطر؟ فكر الروس في تطوير منظومة صواريخ دفاعية مضادة للصواريخ يعني صواريخ في مقابل صواريخ مضادة لكنهم وجدوا هذا الأمر مكلف جدا من الناحية المالية مثل ما كان بوتين فلجأوا إلى خيار آخر هو تطوير أسلحة هجومية بدل ما يطوروا أسلحة دفاعية لأنه عايقون كل فتاة أرخص أسلحة هجومية تتفوق على منظومات الدفاع الأمريكية وهذا بالفعل ما حدث الآن أمريكا وأوروبا يشعرون بخطر جسيم لماذا؟ أولاً لأن سمعة الأنظمة المضادة للصواريخ التي زرعوها ومنها منظومة ثاد هذه المشهورة سمعتها هذه ستتأثر كثيراً في السوق وستخسر شركات التصنيع الأمريكية خسائر كبيرة لأنه منع يشتريها يقول لك خلص روسيا جابت سلاح جديد ممكن يتجاوزها ويتفادها هذا سبب الثاني لأن القباب الحديدية التي تحميهم تحمي أمريكا وأوروبا من الخطر الروسي وغيره أصبحت مثقوبة كما قال جنرال روسي يعني أصبحت بلا فائدة وممكن الصواريخ الروسية تزورهم لداخل أوروبا ولداخل أمريكا وإذا لم يكن لها فائدة حقيقية هذه القباب فهي مجرد كواعد لاستنزاف المالية الأمريكية والأوروبية بيصرفوا عليها الجماعة هذه كواعد تاخذ فلوس وحينها إما يعيدوا التفكير في جدواها يشيلوها بالمرة أو يعملوا على تطويرها إذا عملوا على تطويرها مشكلة لأن هذا بيحتاج وقت وإذا شالوها برضو مشكلة إذا عملوا على تطويرها بيحتاجوا الوقت الطويل تكون روسيا نفسها طورت أصلحة جديدة كما قال بوتين خلال هذه الفترة يعني روسيا وجهت لأمريكا والأوروبا صفعة من العيار الثقيل وهذا يكتضي منهم التحرك السريع لفعل شيء وهنا تأتي قصة الجاسوس الروسي الجاسوس الروسي هنا مجرد دريعة للتدخل مع روسيا ومحاصرتها ومعاقبتها وحماية أنفسهم من خطر الصواريخ الروسية يعني هذا عنوان الجاسوس الروسي عنوان لأشياء أخرى خفية غير معلنة والآن نصل إلى اللب إلى خلاصة هذه الحلقة اللي هو سؤال أين يقع العرب من هذا الصراع الدولي وأين تقع قضيتنا اليمنية من هذه المعمعة من الواضح أن الدول الثورة المضادة للربيع العربي قد أصبحت جزءا من الحلف الأمريكي أمريكا تقول لهؤلاء تقول لهم أنه تحالف ضد إيران نحن متحالفين معكم ضد إيران والجميع يدرك أن إيران مجرد بوابة لروسيا مثل ما أن كوريا الشمالية بوابة للصين أمريكا تريد إسقاط البوابات الروسية والصينية بالنسبة لكوريا الشمالية أصبحت العملية الصعبة يعني لا يمكنك إسقطها الآن بسهولة لأنه لن يجدي معها التهديد بالقوة لأنه المخاطر ستكون كبيرة بعد أن أصبحت كوريا دولة نووية قادرة على ضرب العمق الأمريكي ولهذا لجأت أمريكا معها في الآونة الأخيرة إلى لغة الحوار ودفعت الصين للوساطة قالت للصين نتوسط طولنا مع العفريت هذا الموجود في كوريا الشمالية خلونا نتحاور نشوف إيش اللي يشتيه وبدأ في الفعل يعني بدأنا نسمع عن كمة مرتكبة بين الرئيس الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي ترامب سبكتها قبل أيام قليلة تم في الأيام الماضية بين الرئيسين الصيني والكوري الشمالي أما إيران فهي بوابة حشة الخليج يشتيه يسقطها وإيران تريد أن تسقطها أيضا قد يكون طبعا إسقط عن طريق الضغط والحصار مش ضروري بالحرب يعني لأنه إذا تهاوت هذه البوابة إذا تهاوت البوابة إيران ستضعف روسيا محمد بن سلمان ذهب قبل أيام في رحلة إلى أمريكا بعدها مباشرة كان الأمير الكطري تميم موجود في روسيا يتلقى هدية رمزية من الرئيس بوتين على شكل كعبة طبعا مغزة زيارتين واضح ومغزة هدية بوتين أيضا واضح صراخ المحاور الذي تحدثنا عنه من قبل نتكلمنا عن المحاور الموجودة في المنطقة صراع هذا المحاور وصراخه ما زال مستمر والمحاور نفسها ما زالت تتشكل وتعيد صياغة نفسها بشكل دائم بحسب المستجدات المهم في هذا هو كيف يؤثر هذا الصراع على القضية اليمنية ولكي نعرف ذلك لا بد من نسوي جولة في رأس محمد بن سلمان لأن المشكلة اليمنية تتربع هناك في دماغ محمد بن سلمان محمد بن سلمان حسبها بالطريقة الآتية قال لنفسه أنا الآن محطوط بين خيارين سيئين كما كان الأول الحوثي والآخر مشروع فبراير الذي تغلب عليه جماعة الإصلاح كلاهما خطر على العرش السعودي وعلى المستقبل المملكة لكن خطر مشروع فبراير والإصلاح أكبر لماذا؟ من وجهة نظر محمد بن سلمان لأن الحوثي يشكل خطر على السعودية وعلى اليمن أما مشروع فبراير فهو خطر على السعودية فقط كيف؟ مشروع الحوثي مشكلتها الوحيدة في نظر السعودية والإمارات أنه أداه في يد إيران ومع أدا ذلك فهو مشكلة لليمن وهو أنسب مشروع لحكم اليمن لأنه من ناحية مشروع ملكي يتناسب مع طبيعة الأنظمة الحاكمة في الخليج والسعودية تريد الخليج عبارة عن نادي للملكيات ولأنه من ناحية أخرى أفضل مشروع يضمن إعاقة اليمن سياسيا وتنمويا واجتماعيا تتكلم عن مشروع الحوثي وهذا بالضبط ما تريده الدول المجاورة تحديدا للسعودية السعودية تريد يمن معاك كما شرحنا من قبل ولذلك هم يرفضون الإطاحة بالحوثي شفتوا قبل أيام الحوثي يسوي استعراض عسكري في بيدان السبعين أمام الطائرات التحالف والطائرات تذهب في صعدة وهو معاها استعراض عسكري طويل لا يريدون الإطاحة بالحوثي يريدون فقط تحويل ولائم من إيران للسعودية لأنه أنسب مشروع لتحطيم اليمن وتدميرها وإعاقتها مستعدين يتحملوا صواريخ ومستعدين يتحملوا مشاكل إلى متى إلى أن يتم إسكاط النظام الإيراني هم يفكروا في إسكاط النظام الإيراني يقول لك إذا إسكاط الرأس خلاص الذنب بيتحول من ذنب لإيران لذنب للسعودية بيكونوا في أنفسهم إذا سكت النظام الإيراني سيتحول الحوثي من أداه بيد إيران إلى أداه بأيدينا وبهذا نضمن الحسنيين اللي هو الأولى إسكاط الرأس الإيراني الذي يهددنا والإبقاء على الحوثي لإعاقة اليمن أما لو أطحنا بالحوثي تماما فسيكون هذا من مصلحة ثورة فبراير والقوة الداعمة لها وهذه القوة مهما تعاونت معنا الآن في هذه اللحظة فلن تكبل بعمالة حقيقية من المستوى الذي نطلبه لأن مرجعية هذه القوة الموجودة في الشرعية الآن المرجعية النهائية لها مرجعية وطنية وليست مرجعية سلالية كما هو حال الحوثي أو مرجعية أسرية كما هو حال المؤتمر الشعبي حق علي صالح القوة التي مرجعيتها وطنية لا تستطيع أن تضحي بالوطن لمصلحة أسرة أو سلالة أو طائفة كما تفعل المشاريع الصغيرة وهذا هو سر رفض السعودية والإمارات لحسم المعركة مع الحوثي أظن أن الصورة باتت واضحة وأظن أننا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة نرجو أن نلقاكم في الأسبوع الكادم في أمان الله اشتركوا في القناة